بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلاب الصف السادس أهلاً وسهلاً بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة أستاذ رائد المسعيد نفتح كتبنا إلى اليونت 12 الوحدة الثانية 10 التي هي بعنوان بمعنى دعونا نقوم به نقوم بماذا؟ بتجربة بداية عندنا هنا على اليمين كلمات مهمة للحفظ من غير هاي الكلمات ما رح نفهم الدرس الكلمة الأولى experiment وانتبهوا عن النطق الصحيح experiment تجربة coin قطعة نقدية sink بمعنى يغرق float يطفو ruler مسترة made of يعني مصنوع من metal معدن والكلمة الثامنة wood خشب wood خشب peel يقشر أو قشر وآخر كلمة put بمعنى يضع مهم كثير تكتبوا هاي الكلمات على دفتر انجليش لحتى تحفظوها الآن نبدأ بالقراءة عندنا هنا أربع صور البكتر الأولى نقرأها رح أقرأ المرة الأولى بشكل بطيء ثم أسرع ثم نعطي المعاني mister yusuf mister yusuf يقول if i put افضل اني اكبر الخط حتى تصير أمور واضحة جدا ممتاز جدا mister yusuf يقول if i put this coin in water it sinks but a ruler floats why نقرأ مرة أخرى بشكل أسرع if i put this coin in water after it sinks but a ruler floats why طيب خلونا نعطي المعنى مع بعض بس أشرع الكلمة أعطي المعنى قبلي السيد يوسف يقول لو أني ماذا أضع لو أني أضع ماذا هذه القطعة النقدية هاي coin coin قطعة نقدية في الماء ماذا يحدث فإنها تغرق يعني القطعة النقدية نكمل لكن مسترة لو وضعنا مسترة شو يحدث تطفو لماذا طيب إذن إحنا شفنا مستر يوسف ماذا يقول علي يرد ويقول the coin is made of metal نقرأ إن شاء الله من هون إلى هنا the coin is made of metal so it sinks it's small and heavy نقرأ الآن قراءة أسرع the coin is made of metal so it sinks it's small and heavy للمهتمين بتطوير معانيهم نعطي المعنى مع بعض الماذا القطعة النقدية إيش ما لها مصنوعة من المعدن لذلك فإنها تغرق نعم بالفعل الكوين مصنوعة من المتل الكوين مصنوعة من المتل معدن لذلك it sinks معانا sink يغرق إنها صغيرة القطعة النقدية وثقلة إذن الكوين small وheavy heavy معانا ثقل كريم يرد ويقول the ruler is made of wood so it floats it's big but it's light the ruler is made of wood so it floats it's big and it's light خلونا بالله نعطي المعنى مع بعض حاولوا تعطوا المعنى قبلي الماذا المصطرة إشمالها مصنوعة من من ماذا من الخشب نعم المصطرة مصنوعة من الخشب لذلك إنها يعني المصطرة تطفو float تطفو إنها ماذا كبيرة لكن إنها خفيفة طيب ممتاز إذن الآن إحنا كما نقرأ picture one الصورة الأولى نذهب لنقرأ picture two الصورة الثانية طيب عندي المستر يوسف ماذا يقول مستر يوسف that's right well done boys okay that's right well done boys this week there is a school science competition 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 you must do an interesting experiment to find out to find out about objects that sink or float the prize is this science book نقرأ قراءة سريعة mister يوسف that's right well done boys this week there is a school science competition you must do an interesting experiment to find out about objects that sink or float the prize is this science book دعونا اعطي المعنى مع بعض حاولوا مجرد ما اشرع الكلمة تعطوا معناها قبلية اذا متذكرينه ذلك صحيح احسنتم يا اولاد هذا الاسبوع شو رح يصير هذا الاسبوع هناك ماذا مسابقة مسابقة علوم مدرسية هناك مسابقة علوم مدرسية أنتم يجب أن ماذا تقوموا به بتجربة ماذا مثيرة للإهتمام أو ممتعة لماذا هذه التجربة لتكتشفوا لتكتشفوا عن ماذا عن الأشياء التي تغرق أو تطفو لاحظوا سينك يغرق وفلوت يطفو مرات معانا عدة مرات نكمل المعاني الجائزة الجائزة هي ماذا هي هذا نعم هو كتاب العلوم هذا أو هذا الكتاب للعلوم أوكي تمام هذا الكتاب كتاب العلوم هو عبارة عن جائزة مستر يوسف للي يعمل experiment يعني تجربة من هؤلاء البويز الآن أحنا قرأنا picture one قرأنا picture two نروح على picture three ماذا يوجد عندنا في picture three ليلة عندنا هنا ليلة وأيضا كريم أو علي عفوا ليلة تقول التالي what happens if we put an orange in water what happens if we put an orange in water نعطي المعنى مع بعض ماذا يحدث لو وانتبهوا على if لو رح كمان شوي إن شاء الله نأخذ قاعدة فيها ماذا يحدث لو أننا ماذا لو أننا نضع برتقالة في الماء ماذا يحدث لو أننا نضع برتقالة في الماء نشوف الجواب من علي نعطي المعنى مع بعض انتبهوا انظر أو انظري بحكي لاليلة انظري إنها تطفو أي البرتقالة إنها تطفو لكن ماذا يحدث لو أننا نقشر التفاح عفوا البرتقالة هل هي لا تزال تطفو ترجمة أخرى بشكل أسرع انظري إنها تطفو لكن ماذا يحدث لو أننا نقشر البرتقالة هل هي لا تزال تطفو ليلة ترد عليه وتقول let's find out بمعنى دعنا نكتشف find out مع بعضها معناتها يكتشف طيب وحنا كمان خلونا نكتشف نذهب إلى picture four مثل ما أنتوا شايفين في عنا مستر يوسف وهذا علي وهي عنا هون orange لكنها غير مقشرة وهي orange ثانية لكنها مقشرة ويقشر معناها peel نشوف نشوف علي ماذا يقول في الصف if I put an orange in the water it floats but look if I peel the orange it sinks قراءة أخرى أسرع if I put an orange in the water it floats but look if I peel the orange it sinks نعطي المعنى مع بعض لو أني أضع برتقالة في الماء فإنها ماذا تطفو فإنها تطفو لكن انظروا لو أننا نقشر البرتقالة فإنها ماذا فإنها تغرق طيب ممتاز نعطي الآن المعنى مرة أخرى بشكل أسرع ليش يا أستاذ بتعيد القراءة مرتين وبتعيد معنى الجملة مرتين مش ممل هذا الشيء لا بالعكس هذا الشيء مفيد أكثر متى بتشعروا بالملل لما تكونوا مجرد مستمعين متى بتحسوا أن الحصة أو الفيديو ممتع لما تكونوا تحاولوا تعطوا المعاني معاي وتقرأوا معي نعطي المعنى بشكل أسرع لو أنني أضع برتقالة في الماء فإنها تطفو لكن انظروا لو أنني أقشر البرتقالة فإنها تغرق نشوف المستر يوسف المعلم إيش بيحكي لماذا هذا يحدث يا علي لماذا هذا يحدث يا علي ولاحظوا كلمة لما بتيجي بعد أداة السؤال ما إلها معنى علي بيحكينا ليش هذا الإشي بيصير نعطي المعنى مع بعض قشرة البرتقال أو قشر البرتقال لديه هواء فيها إذن قشرة البرتقال تحتوي على هواء هذا يجعل البرتقال تطفو إذن القشرة تحتوي على هواء مرة ثانية قشر البرتقال لديه هواء فيه طيب هذا يجعل البرتقال يطفو طيب مستر يوسف يقول عندنا هنا مرة أخرى نعطي المعنى مع بعض أحسنت يا مين يا علي أنت قد ربحت المسابقة ها هي ماذا جائزتك أحسنت يا علي أنت ربحت المسابقة ها هي جائزتك الآن نحن الحمد لله رب العالمين قرأنا الأربعة صور وأنا بدي أعطيك واجب قبل ما نروح على الصفحة التالية أنه مثل مع مننا نحن هنا لحالك اقرأوا كل جملة واعطوا معناها حتى تتحسن القراءة وأيضا المعاني مهم جدا المعاني نأتي إلى الصفحة التالية في عندي exercise number two التمرين الثاني ما المطلوب مننا يا أستاذ في التمرين الثاني بيحكي لي look and say انظر وقل مهم كثير نتذكر أنها float معناها ماذا float معناها يطفو لو سألكم ما معنى sink sink معناتها يغرق يا أستاذ طيب كويس ليش مهم هذول الكلمتين لأنه الآن بدنا نشوف كيف احنا ممكن نعمل بعض الجمل مثلا انا بتفرج هون في عندي water ماء والwater في مفاتيح مصنوعة من ماذا مصنوعة من المتل ايش عن المتل من المعدن طبعا المفاتيح made of metal مصنوعة من المتل شو بنا نعمل يا أستاذ بدي أحكي التالي إنه لو أنك لو أنك تضع معدنا لو أنك تضع معدنا في الماء فإنه يغرق صحيح والله يا أستاذ لو وضعت معدن في الماء رح يغرق وهاي الجملة موجودة عندي هون if you put metal in water it sinks بمعنى لو أنك تضع معدنا في الماء فإنه يغرق أوكي كويس تمام الآن احنا بدنا نستخدم قاعدة لغة وقواعد القاعدة بعنوان الجملة الشرطية ايش يا أستاذ يعني جملة شرطية يعني مثلا لو نحكي احنا لو أنك تضع معدنا في الماء هذا الشرط طيب شو النتيجة لو عملت هذا الشيء ايش النتيجة فإنه يغرق هي اسمها نتيجة الشرط أو جواب الشرط تمام إذن في عندي أول شيء هنا آه أوكي في عندي الشرط وفي عندي نتيجة الشرط نتيجة الشرط نكتب هنا نتيجة الشرط أوكي طيب تمام نتيجة الشرط صار في خربطه هنا عندي بس ما في مشكلة إذن هنا نتيجة الشرط أو بيسموا اللي هو جواب الشرط طيب يا أستاذ يعني أنا بس أحكي if you يعني معناها لو أنك صحيح if you معناتها لو أنك بعدين بحكي الشرط لو أنك مثلا تضع معدن في الماء نتيجة الشرط بعد الفاصلة طبعا في فاصلة بعدين بحكي النتيجة فإنه يغرق سهل كثير شوفوا هذا المثال لو أنك تضع معدنا في الماء if you put metal in water فاصلة it sinks فإنه يغرق هاي هي القاعدة بسيطة كثير على فكرة يعني لو أنكم حفظين المعاني ما بتحتاجوا حتى أنكم تنظروا لهذه القاعدة طيب كويس هاي القاعدة كويس أنكم تكتبوها على الفتر الإنجليش الآن شو بنا نعمل يا أستاذ بدنا أن نكون جمل العديد من الجمل باستخدام هذه القاعدة مثلا أنا ايش في عندي هون؟ في عندي wood ايش يعني wood يا أستاذ؟ wood يعني خشب طبعا القلم الرصاص مصنوع من الخشب شو بدنا نحكي يا أستاذ؟ بدنا نحكي التالي لو أنك تضع خشبا في الماء فإنه يغرق ولا يطفو؟ لا يطفو اللي هي float طيب بدنا نيجي الآن ونكتبها هون بالإنجليش بدنا هسة إن شاء الله نكتبها بالإنجليش language أيوة خلنا نحكي لو أنك كيف أحكي لو أنك if you لو أنك لو أنك تضاعو ما معنى يضع؟ أخذناها بأول الدرس put لازم تحفظوها لو أنك تضع تضع ماذا؟ خشبا ما معنى خشب؟ wood لو أنك تضع خشبا في الماء in water فاصلة لو أنك تضع خشب في الماء إيش رح يصير الآن النتيجة؟ بنحط فاصلة الآن النتيجة النتيجة إنه سوف يطفو ما معنى إنه it إنه يطفو float floats استاذ يطفو معناتها float هيها مكتوبة هون float ليش خليتها floats ليش ضفت الأس؟ لأنه الفاعل مفرد وانتبهوا هاي بقاعدة الشرط اللي أخذناها قبل شوي لأنه الفاعل مفرد بدل float بتصير floats وبدل sink بتصير sinks إذا الفاعل مفرد it معناها إنه وهذا شيء مفرد طيب إذن هون إحنا الحمد لله كتبنا هنا جملة عن wood عن الwood اللي هو الخشب طيب كويس شو مطلوب مننا يا أستاذ؟ نكتب كمان جمل بدنا نكتب هسا إن شاء الله جمل عن ماذا؟ عن الأشياء الأخرى مثلا عندي هون glass إيش يعني glass يا أستاذ؟ glass يعني زجاج الزجاج إذا وضعناه في الماء بيطفو ولا بيغرق؟ بيغرق ما معنى يغرق؟ sink فبنيجي إحنا هون وبنكتب جملة مرة أخرى جملة ثانية مثل ما كتبنا قبل شوي الجملة لازم يكون بأولها لو أنك لو أنك تضع زجاجا في الماء كيف نحكي لو أنك؟ احكولي لازم نحكي يا أستاذ if you لو أنك تضع put زجاجا يعني glass يا أستاذ في الماء in water in water وهي water الآن بنحط فاصلة لو أنك تضع زجاجا في الماء شو بيصير فيه؟ فإنه يغرق كيف نحكي إنه يغرق؟ نحكي it sink ولا sinks؟ sinks لأنه زجاج مفرد طيب ممتاز إذن إحنا الحمد لله سوينا هون جملة متوقع سهل الآن نعمل جملة كمان عن البلاستيك صح ولا؟ بدنا نعمل جملة عن البلاستيك بدنا نحكي لو أنك تضع بلاستيك في الماء فإنه يطفو يلا نقولوني شو لازم أكتب لو أنك تضع if you put بلاستيك في الماء in water فاصلة فإنه يطفو كيف بالإنجليزي؟ it floats it floats وهي نقطة حلو؟ طيب تمام طبعا أنا كل أمل أنه ما أكون أنا قاعد أحكي لحالي أنه أنتوا قاعدين تحاولوا كمان وهذا مهم كثير إذا أنتوا حابين تستفيدوا كثير كل ما تفعلتوا أكثر تستفيدوا أكثر طبعا واضح هون في عندي paper إيش عني paper؟ paper يعني ورق الورق بيطفو بدي أحكي لو أنك تضع ورق في الماء فإنه يطفو بالإنجليز يلا شو أكتب بيحكولي if you تضع put ورق paper في الماء in water فاصلة فإنه it يطفو float ولا floats لا floats يا أستاذ طيب it floats واضح أمور لحد هسه الحمد لله عملنا عدة جمل وإن شاء الله أنك تكونوا استفدتوا طيب بنروح الآن للتمرين الثالث وهو آخر تمرين في هاي الصفحة وآخر تمرين في هذا الفيديو إذا شايفين أنه والله الفيديو بفيدكم إذا ما كنتوا مشتركين ياريت الآن تشتركوا وتعطوا إعجاب للفيديو إذا كنتوا مشتركين اعطوا إعجاب الآن عشان ما تنسوا وياريت أنه الجميع إذا حبين تدعموا القناة وإذا شايفين القناة تستحق الدعم بعد ما يخلص الفيديو تساوي شير مشاركة للفيديو مع الآخرين حتى ينتشر هذا الفيديو وتنتشر القناة طيب أستاذ إيش مطلوب منا في التمرين الثالث بحكي لي أسك أسك يعني أسأل أند أنسر يعني وأجب أوكي أستاذ فهمنا يعني بدنا نعمل أسئلة ونجاوب عليها صحيح بدنا نعمل أسئلة ونجاوب عليها الآن هنا بداية أول شيء في عندي هون pictures صور لعدة أشياء كتبتلك أنا أسماء هاي الأشياء تحتيها هاي قطعة نقدية ما مانا قطعة نقدية the coin يعني القطعة النقدية كيف نحكي الكرة the ball طيب قلم الشمع أو تلوين الشمع the crayon crayon the crayon يعني ورق تلوين الشمع crayon خاتم the ring القارب القارب the boat السيارة the car طبعا هاي سيارة بلاستيك لعبة the car طيب شو مطلوب مننا الآن أستاذ شوفوا كيف بد أسأل السؤال التالي ماذا يحدث ماذا يحدث لو أنك وضعت الشيء الفلاني لو أنك وضعت شيئا ما مثلا مرة بحكي القطعة النقدية مرة بحكي لو أنك وضعت الكرة وين في الماء واضح السؤال بدي أسأل ماذا يحدث لو أني وضعت كل وحدة من هذول في الماء هل هي it sinks إنه يغرق ولا it floats إنه يطفو واضح أمور طيب الآن باختصار شديد باختصار شديد أنا بدي أمسح the coin شايفين the coin بدي أستخدم أشياء مكانها تمام the coin هاي إنسوها وكمان sink هاي إنسوها بدي يصير في تغييرات بهاية الكلمات حلو الآن بدي أسأل السؤال الأول ماذا يحدث لو أنك تضع ماذا الكرة إحنا استخدمنا the coin صح the coin استخدموها وضعوها هون لو أنك تضع ال coin هاي استخدمناها بدنا الآن نجعل الكرة ماذا يحدث لو أنك تضع ماذا الكرة في الماء في الماء شو بيصير لو حط لنا الكرة تتوقعوا أكيد رح تطفو نحكي it it ماذا it floats إنها تطفو إنها تطفو أيش المطلوب منك الآن المطلوب منك وأستاذي هسا إنه على دفتر الإنجليش تمام إنك تكتبوا هذا السؤال والجواب أي سؤال يا أستاذ وجواب هذا عندي سؤال صح وهذا جوابه لازم تكتبوا في دفتر الإنجليش بعد ما تكتبوا تفشقوا سطر وبعدين تكتبوا السؤال الثالث أو الثاني يلي رح نعمله الآن أيش السؤال البعدية أستاذ السؤال البعدية أستاذي إنه بدي أسأل ماذا سوف أو ماذا يحدث لو أنك تضع ماذا قلم الكريان تلوين الشمع في الماء طبعا الشمع بيطفو زي البلاستيك صح فبرحكي إنه يطفو طيب إذن نجع الكريان نحكي هنا ماذا يحدث what happens if you put the crayon in طبعا نحط in in water إذن يا أستاذي رح نمسح the crayon ونحط مكانها the crayon نقرأ مرة ثانية what happens if you put the crayon in water الجواب رح نحكي إيش it floats رح نضع في الدفتر it floats إنه يطفو الأمور إن شاء الله إنها سهلة طيب كويس الآن بدل the crayon القطع النقدية بدأ أضع ماذا الخاتم the ring يلا خلن نقرأ مع بعض what happens if you put the ring in water الجواب طبعا it sinks نعطي المعنى بالعربي مع بعض ماذا يحدث لو أنك ماذا تضع الخاتم في الماء إنه يغرق طيب تمام أنا آمل أنكوا قاعدين تتفاعلوا معاي وكأنكوا بالصف ومتفاعلين مع المعلم أو مع معلمتكم طيب نيجي هون القارب 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 بيطفو ولا بيغرق أكيد بيطفو يا أستاذ طيب ممتاز نقرأ بالإنجليش what happens if you put the boat in water it floats نعطي المعنى مع بعض بالعربي ماذا يحدث لو أنك تضع القارب في الماء إنه يطفو إنه يطفو الآن ضايل عندي آخر كلمة the car what happens if you put the car in water it ماذا it floats إنها تطفو لأنها مصنوعة من البلاستيك المعنى بالعربي ماذا يحدث لو أنك تضع السيارة في الماء إنها تطفو طيب هيك إن شاء الله بنكون خلصنا حل تمارين فيديو اليوم إن شاء الله رح نلتقي في الفيديو القادم رح نأخذ فيه الصفتين اللي تاليات حتى نختم الوحدة رقم 12 وبعدها إن شاء الله رح نأخذ كتاب الثاني كتاب التمارين وأستاذ رائد المسعيد يحييكم نراكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة